وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه ضرورة عند الله أو ما هي بضرورة إذا كانت ضرورة في دين الله وكانت ضرورة في كلام الله فما علاقت هنا بمجموعة من البدو الجاهليين الذين أنكرواها ما علاقتنا بهم عودوا إلى ماضيهم في قريش حينما كانوا في مكة المأبون منهم وابن العواهر ابن العاهرة هذا هو تأريخهم تأريخهم ما بين مأبون وابن عاهرة وقواد كان يعمل في الجاهلية صحيح أن الإسلام يجب ما قبله ونحن نعتقد بهذا بس شنسوي لهم أبعاد ما يبطل عادة ذول بهم سولة سولة بالتعبير الشعبي العراقي يعني عادة مستديمة وبسولة ما يبطل سولته شنسوي لهم وبعد الفرائد إنهم يدرسون ويدرسون الكفاية كفاية الأصول لكاظم الخراساني الذي يعرف بالآخند بالآخند الخراساني الآخند يعني الأستاذ الحوزوي هذه تعليقة لروح الله الخميني على كفاية الأصول مرجع من مراجع الحوزة الطوسية يُعَلِّق وهذه الطبعة الثانية 1415 هجري قمري صفحة 253 تحت هذا العنوان مبحث في حجية الإجماع هكذا يقول الخميني معلقا على كفاية الأصول للآخند الخراساني الظاهر أن ننسلاك الإجماع في سلك الأدلة وعده في مقابلها إنما نشأ من العام وعده في مقابلها أن جعل عنوانا برأسه فهناك الكتاب وهناك السنة وهناك الإجماع الظاهر أن ننسلاك الإجماع في سلك الأدلة وعده في مقابلها إنما نشأ من العامة من المخالفين وقد عرفوه بتعاريف فعن الغزال إنه اتفاق أمة محمد على أمر من الأمور الدينية هذا تعريف الغزال والذي نقله الخميني من المستصفى هذا هو المستصفى من مصادر علمائنا في النجف وكربلأ من مصادرهم في علم الأصول وعن الرازي الفخر الرازي إنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد على أمر من الأمور وقد نقله الخميني من المحصول في علم الأصول هكذا جاء في الحاشية وهذه حاشية المحققين لكن المصادر الأصلية لهذه التعارف هي هذه الكتب التي أشرت إليها وعن الحاجبي إلى آخر ما ذكره من كتب المخالفين التي تعد الأصل والمصدر الرئيس لموضوع الإجماع في الحقيقة علم الأصول الشيعي بكله مأخوذ من هناك لكنه قد زيف تزيفا مثلما زيف الطوسي اللعين مسألة الإجماع جاء بها من النواصب من سقيفة بني ساعدة وأقحم فيها إمام زماننا فقال من أن إمام زماننا داخل فيما بين علماء الشيعة كيف تشخصونه كيف تعرفون ذلك لا يوجد دليل لا يوجد دليل على تشخيص دخوله ولا يوجد دليل على أصل الفكرة من الأساس كذب في كذب ودجل في دجل هكذا يضحكون عليكم يأتونكم بدين النواصب ويستنبطون لكم دينا وفقا لمنهج النواصب ويقولون لكم هذا دين العترة وحينما نعرض لكم دين العترة يقولون لكم السستانيون وحزب الدعوة وأمثالهم من أن الدين الذي يقدمه لكم الغز هو دين الماسونيين والدين الذي عندهم هو دين العترة وهذه الحقائق بين أيديكم وهذه المصادر موجودة متوفرة في المكتبات وعلى الشبكة العنكبوتية راجعوها بأنفسكم واكتشفوا الضلال الذي أنتم فيه وكيف أركسوكم في قذارات النواصب نذهب إلى فاصل